مشاهدين والآن إلى فقرة تراند وأخبار شغلت مواقع التواصل الاجتماعي لليوم حيث فوجئ سكان منطقة حي الخليفة في القاهرة منذ شهرين تقريبا بإشارة حمراء على قبر الأديب الراحل طه حسينة لم يعرف السكان معنى اللون الأحمر حينها لكن الوقت كان كفيلا بالتوضيح فاللون الأحمر على قبر الأديب الراحل يعني إعدام قبر عميد الأدب العربية الخبر على قسوته فتح الباب على أسئلة عدة لعل أبرزها ما طرحه الصحفي محمد عبد الرحمن حيث تساءل عن سبب هدم القبر بدلا من نقل رفاة الأديب طه حسينة إلى متحف رمتانة فمن أحق بحفظ إرثي عميد الأدب العربي أكثر من رمتان مسكنه السابق الذي تحول حسب وصيته إلى متحف يجسد الثقافة والأدب هدم القبر يأتي جزء من عملية استكمال توسعة الطرق لتفادي الأزمة المرورية والزحام في القاهرة أسرة الأديب الراحل أكدت أن لا علم لها بقرار الإزالة ولم تبلغ حتى الآن وسط حالة من الاستغراب والصدمة والسخرية في الوقت ذاته إذ إن الجهات المعنية اقترحت منح العائلة مقابر بديلة الرأي العام تحرك افتراضيا وانتشرت وسوم تحمل اسم الراحل طه حسين ومعها وسم عميد الأدب العربي تقديرا لإرث الراحل اتفاعل مع الخبر أكثر من 325 ألف حساب وتروحت التعليقات بين سلبية رافضة هدم القبر ومحايدة تدعو لتكريم الراحل وفاق عدد التعليقات 7000 تعليق مع مشاركات متواصلة للخبر وصلت إلى نحو 20 ألف مشاركة حيث بلغ الوصول 20 ألف في ساعة الذروة كما يظهر خلفي هنا على الشاشة وترحنا مشاهدين عليكم وترحنا التصويت التالي عليكم هل مشروعات البناء التحتية تبرر إزالة مقابر تاريخية لتأتي الإجابة بـ 65% لا و35% بنعم ونرحب معنا مشاهدين هنا من إسطنبول الأكاديمي والاختصاصي في علم الأثار الدكتور حسين دقيل أهلا بك معنا ضيفا على برنامج شبابيك في البداية ما تعليقك على قرار هدم قبر طه حسين أهلا وسهلا بحضرتك طبعا نتمنى أن لا يتم الهدم بناء على ما تم التصريح به من قبل محافظة القاهرة نرجو أن يتحقق ما تحدثوا به أنه لن يتم عملية الهدم لكن حقيقة إذا تم عملية الهدم فهذا أمر خطير جدا لأنه يخالف الدستور نفسه يخالف المادة 47 والمادة 50 من الدستور يخالف قوانين التي تحفظ على الترص المصري التي وضعها البرلمان المصري قانون 144 لسنة 2006 والقانون 119 لسنة 2008 كل هذه القوانين هي موجودة داخل الدولة المصرية فيجب المحافظة بداية على هذه الدستور القوانين لكن هناك أيضا ضرار ومخاطر أخرى إذا أردنا أن نتحدث عنها في هذا المجال طيب أستاذ حسين يعني هو ليس بالقرار الأول سابقه قرار هدم أجزاء من مقابر صحراء المملك وبما أنك تحدثت وأشرت الآن عن القوانين لما تأتي هذه المشاريع مشاريع البنى التحتية فقط على رموز تاريخية برأيك ذات بعد ثقافي تحديدا أعتقد هي ثقافة المحاور الجديدة التي تتم أعتقد ليست لا علاقة بأنها ترتبط بهدم الأماكن التراصية فقط بل أن هذه المحاور ارتهدم كل شيء يعني ارتهدم حتى المباني الحديثة كثير من مباني الحديثة أزلتها أيضا في مقابل أن تقام هذه المحاور بعيدا عن أن تكون هذه المحاور أو الجسور هي شيء ضروري في الدولة لكن يجب أن نراعي أيضا القوانين ونراعي نقطة مهمة جدا يعني هدم التراص حضرتك هدم التراص ووريد بداية أن أفرق ما بين الأسر والتراص لأن كثير من الذين يتحدثون يقولون أن هذا ليس أسر ويجب أن لا يتم الاهتمام به بهذا القادر لا هناك عندنا قوانين عندنا قوانين حددت معنى التراص التراص هو الذي يتصب بصلاة صفات أن يكون شكله معماري متميز فريد وهذا أيضا ينطبق على هذا المبنى أيضا أن يكون ينتمي إلى حقبة تاريخية معينة وهو أيضا ينتمي إلى هذا المبنى والنقطة الثالثة أن يتصل بشخصية اعتبارية ذات أهمية وهذا أيضا يرتبط بهذه المقبرة وغيرها من المقابر والمناطق التراصية التي تم هدمها من قبل فحقا هذه الأمور يجب المحافظة عليها لنقاط أخرى كثيرة منها أن عندما يتم هدم مثل هذا التراص فإنما يتم هدم الزاكرة المصرية ويحرم الأجيال المقبلة من التعرف على تاريخها يعني تخيل عندما يأتي بعد عشر سنوات أشخاص لا يعرفون من هو طاع حسين أصلا هذا العميد الأدب العربي الذي ما زال اسمه يتردد حتى الآن في فرنسا يعني فرنسا تهتم بطاع حسين وتضع له كثير من الأماكن التراصية التي تخصه عندما كان ينزل في باريس يعني يجب أن نهتم بهذه النقطة بشكل جزر أيضا أيضا هناك من النقاط السلبية الكبيرة جدا سنعود إلى هذه النقاط السلبية بعد قليل فقط ابقى معي ينضم إلينا مجموعة من المشاركين عبر تطبيق زوم وأبدأ أرحب بكم جميعا في البداية أبدأ مع أحمد أحمد لديك تعليق حول قرار هدم قبر طاع حسين ما تعليقك على قرار هدم قبر طاع حسين أطفق مع رأي الأستاذ جدا قرار خاطئ تماما قرار يمحو التاريخ قرار مش صح مش في صالح الدولة ولا صالح أي حاجة حتى في حالة بناء المشاريع الجديدة ده خاطئ جدا إنه بيمحو أثار وبيمحو تاريخ هيبقى مفيد لقدام وده ممكن يكون شيء يدور من المشاريع ويكون حاجة تعلي منها أكثر كمان نعم طيب أذهب إلى زينب هناك من اقترح نقل رفاة طاع حسين إلى مكان آخر هل ترى قرار برأيك جيد بدل عملية تمصيه؟ قرار هناك من اقترح هل تسمعينني الآن؟ زينب؟ مرة أخرى طيب يعني هناك من اقترح بعملية نقل رفاة طاع حسين بدل هدم القبر ما رأيك في هذا المقترح؟ أنا ضد هدم مغبر العلماء والأولياء الصلاحين لأنه هو توصف أسر ضد هدمه طبعا هو كتبه مخلدة للتاريخ بتاعنا تحسين رجل عظيم أديب أخذ كيزة تقبل في الأدب نعم طيب أعود إلى الدكتور حسين برأيك هل هناك نوع من الاستهانة من خلال هذه القرارات على مقابر ذات طابع تاريخي مثلا من قبل السلطات المصرية؟ نعم طبعا هناك استهانة واضحة حقيقة هناك عندما تقوم الدولة المصرية بشخصها أو بشخصيتها الاعتبارية بالقيام بعملية الهدم فإنما هي تعطي قدوة للمواطنين الذين يستسهلون هذا الأمر وهذا نقطة خطيرة جدا على المدى الطويل يعني في السنوات الأخيرة عملية الهدم التراث تتوالى بشكل غريب هذا ما يدفع المواطنين أيضا لسرعة هدم يعني كثير هناك من القصور التراثية القديمة التي ما زال يمتلكها المواطنون عندما نراهم يهدمون هذه القصور بشكل سلس من أجل أن يقيموا منشآت معمارية أخرى حديثة هذا الأمر أيضا السبب فيه أنت هي الحكومة أيضا هناك حرمان للميزانية المصرية من موارد قد يكون من الممكن دخولها إلى الميزانية لو استطعنا استثمار هذا المبنى يعني هذه المباني التراثية يمكننا أن تكون مزار سياحي كما يتم في العالم بشكل بسيط جدا عندما نستطيع أن نقوم بجولات سواء لسياحة داخلية أو سياحة خارجية من أجل أن نقوم مثلا بزيارة مقبرة طه حسين هذه أيضا من الممكن أن تكون جولة سياحية ضخمة جدا وغيرها وغيرها إذن هناك من الموارد التي من الممكن أن تدخل الميزانية المصرية أيضا نحن نحرمها أيضا هناك نقطة مهمة جدا جدا أن هدم التراث هو نقطة تدل حقيقة وللأسف الشديد أن التزوق الجمالي والحس الفني مفقود لدى كثير من المسؤولين وهذا أيضا على المدى الطويل ينتقل إلى المواطنين فنشعر بعد ذلك أن كثير من المواطنين ليس لديهم للأسف تزوق جمالي ليس لديهم حس فني مما يعمل على هذا كل ما هو جميل من أجل استثمارات من الممكن أن تتم بشكل آخر أيضا هناك نقطة مهمة جدا لعلاج مثل هذا الأمر وكثير من الدول أيضا قامت بهذا الأمر من الممكن عندما نقوم بمثلا نحن نريد التطوير بالعكس نحن نريد أن نخفف الازدحام الموجود في القائرة لكن هناك طرق أخرى من على سبيل المثال أن تتم في مثل هذه المناطق التي تحتوي على تراث يتم عمل نافق وليس كبري وتم هذا الأمر في كثير من الدول أيضا من الممكن أن نقوم بعملية أنفاق تمر تحت هذه الأماكن التراثية ثم ينتقل بعد ذلك إلى كبري هذا الأمر وقامت به كثير من الدول يعني هناك حلول كثيرة من الممكن القيام بها لو استمعت الحكومة أيضا لوجهة نظر المختصين وأيضا المواطنين المهتمين بهذا الأمر نعم نرمين لديك تعليق أيضا طيب أيهما أولى برأيك مشروعات تطوير البنى التحتية أم المحافظة على رمزية تاريخية كقبر طه حسينة هو أنا طبعا ضد هدم المقابر عموما وبالأخص لما تكون مقابر تراثية لها أثر على الجيل اللي طالع وأنه فعلا ممكن تتحول لمزار سياحي وأصلا يعني أنا لدي وجهة نظر مختلفة أن هدم المقابر في العموم تقريبا تحرمه جميع الشرائع والأديان فمن ناحية الحرمانية الميت ليه حرمة زائد من ناحية التراث ده ممكن فعلا يبقى مزار سياحي ويجر على البلد يعني فلوس كتير يعني السياح لما ييجوا والمقبرة دي بتخلق لذكرى أديب عظيم زي الأديب الأدب العربي الدكتور طه حسين أعتقد أن ده كان حيكون أفضل أما عن بقى البنية التحتية والتوسيع والكلام ده فماشاء الله مصر مليئة بالأراضي الصحراوية اللي ممكن تعمر ويتعامل فيها الكلام ده كله فطبعا أنا ضد بكل الأشكال هدم أي مقبرة وخصوصا مقابر الناس المعروفة المشهورة لأن هي دي بتعلم وصلت الفكرة شكرا لك نرمين سؤال أخير أتوجه به إليك دكتور حسين أليس هناك بدائل أخرى يمكن حماية بها هذه الرموز التاريخية نعم طبعا هناك بدائل كثيرة جدا يعني هو منها كما ذكرت موضوع عملية الأنفاق الأنفاق كما ذكرت أني تمت أيضا في فرنسا وتمت في دول كثيرة يعني المنطقة التي تحتوى على التراث يتم من خلال عملية النفاق أيضا هناك بدائل وحلول أخرى يعني ليس من الضروري قامت مثل هذا المحور مثلا في مثل هذا المكان لأنه على المدى الطويل والانتشار هذه الأنفا تفقد الوعي الذي يجب أن نعمل على وجوده تفقد هذا الوعي الذي كثير من المواطنين مما يعني يذهب هذا المعنى أيضا في نقطة مهمة جدا حضرتك في هذا المجال أيضا نظرة المؤسسات العالمية والمجتمع الدولي لمصر في مثل هذه النطاق نظرة سلبية للأسف الشديد لأن اليونسكو منذ سنوات عندما قامت عملية هادم أيضا شبيهة لأن نحن في مصر موقعين على اتفاقات الاتفاقية لهذه سنة 1954 واتفاقية اليونسكو سنة 1972 وهذه الاتفاقيات الدولية من نصوصها يجب أن نحفظها على التراث فعندما نكون موقعين على اتفاقيات ونخالفها تكون نظرة العالم لنا نظرة أننا نخالف هذه المواصيق مما يسبب لنا أضرار لا قدر الله نعم شكرا لك لاختصاصي في علم الآثار الدكتور حسين دقيلة كما أشكر كل ضيوفي عبر تطبيق زوم شكرا لكم